لم تأتي سابقاتها بجديد بل فاقمة الأزمات فلماذا يشارك العراقيون بأخرى إذا كان الأمر سيان؟ سؤال أنكار الاستفهام يتردد بأفواه أغلب العراقيين مع قرب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة تلك الأحداث التي يراد لها كسابقاتها أن تكون محط اهتمام الشعب من حيث الحدث وتصويره بأنه مشهد سياسي نزيه يشارك فيه جميع المواطنين أو قل أغلبهم بيد أن الوقائع على الأرض تعطي غير هذا تعطي توقعات بمقاطعة كبيرة من العراقيين بدأت تتأكد نتيجة الإحساس الجمعي بالإحباط وحالة السأم والملل من وعود الطبقة الحاكمة التي لم تنفذ أي شيء طوال 14 عاما الماضية وفشل الحكومات المتعاقبة من تشال العراق مما هو فيه ناهيك عن عواصف قوية تضرب البلاد من حين لآخر يتسبب بها بنظر الكثيرين ساسة العراق الجدد فضلا عن الفساد الكبير الذي بات يشكل حالة روتينية بمؤسسات الحكومة في بغداد فاختار العراقيون عقاب الساسة عبر المقاطعة وحتى هؤلاء الساسة أنفسهم يقاطعون بعضهم بعضا فتتشدى كتلة هنا وينقسم حزب هناك في صورة يراها محللون بأنها محاولة لاستمالة المواطن وخداعه والخروج من دائرة الفشل التي يراهم بها فلجأوا إلى أسماء جديدة وعناوين حزبية ترسم صورة المنقذ والمخلص والمتبرئ من الإدارة السابقة ولعل متتبعا لآراء الشارع اليوم وقارئا لوجوه ساسة الخضراء سيكون بمقدوره أن يخرج بصورتين جليتين الأولى تلك النظرة اليائسة من التغيير في وجه الشعب والثانية ذلك الأمل الذي يملأ أفئلة حكام العراق الجدد بالاستمرار بالمناصب وإطالة أمد جلوسهم على كراسي الحكم فيخرج بفكرة مفادها أن اليأس عند المواطن هو نتاج الأمل عند الحاكم ولكل من أمله نصيب